أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان هذا الأسبوع أسبوع الألام أو الأسبوع الأخير إخوتنا وأخواتنا وأحبائنا الأرتودوكس بعيدوا في هذا الأسبوع في سيام وطبعاً هو الأسبوع الأخير وهي الليلة بيسموها ليلة العهد أو لها بصراحة أسماء كتير فهي الليلة كانت حافلة جداً تعتبر يعني الليلة من أهم الليالي تعتبر آخر ليلة في حياة يسوع المسيح على الأرض قبل صلبه وقيامته طبعاً صلبه كان تاني يوم يوم الجمعة المسيح اجتمع مع التلاميذ حتى ياخدوا الفصح الأخير بيتذكروا طبعاً خروج بني إسرائيل من أرض العبودية من أرض مصر واحتفلوا بالفصح ولكن هذا الفصح كان بيختلف كان فصح مميز مشان هيك بيسموه خميس الأسرار ابتدى شيء مهم جداً اللي هو المسيح تكلم عن جسده وعن دمه ونتعلم عن العشاء الرباني في هذا اللقاء في هذا الخميس طبعاً الكأس الذي يرمز إلى دم المسيح والخبز الذي يرمز إلى جسد يسوع المسيح فطبعاً طلب من التلاميذ أنه يتناولوا الكأس وأيضاً يأكلوا جسده وهذا ما يسمى فريضة مسيحية تستمر حتى يومنا هذا كان هذا الاجتماع من ناحية بيشجع التلاميذ ومن ناحية أخرى عم بيلقي الضوء على كل الأحداث اللي راح تكون بمشورة الله المحتومة فيسمى خميس الأسرار لأنه فيه المناولة أو الفريضة العشاء الرباني في هذا الخميس كمان خميس غسل الأرجل اللي بعلمنا يسوع المسيح عن الخدمة الحقيقية وأنه الأول يكون أخير والأخير يكون الأول وعلم عن التواضع والمثل الأكبر أنه نفسه غسل أرجل التلاميذ ثم هاي الليلة بيسموها العشاء الأخير لأنه كان يعتبر آخر عشاء على الأرض كانت تعتبر الليلة الأخيرة أو اللقاء الأخير يسمى أيضاً خميس العهد لأنه نبوات العهد القديم ولسيما أرمي إصحاح 31 بيتنبأ عن عهد جديد عن عهد أفضل أو كما يقول في هذه الليلة كما قال يسوع هذا هو دمي للعهد الجديد فإذا قدم نفسه ذبيحة بدلية ذبيحة كفارية من أجلك ومن أجله وفي هذه الليلة تكلم عن هذا العهد اللي بيتم من خلاله لأنه هو رأس العهد ونحن ندخل في هذا العهد من خلال قبولنا ومن خلال إيماننا بالرب يسوع المسيح وطبعاً بنفس الليلة رح لبستان جتسماني وألقي القبض على يسوع المسيح ومن هناك أخذوا إلى المحاكمة الدينية أمام حنان وأمام قيافة وأمام مجمع السنهدريم حتى يحكموا عليه وطبعاً في هذه الليلة يهود الإسخريوتي خان يسوع المسيح في هذه الليلة بطرس أنكر يسوع المسيح وفي هذه الليلة العديد من التلميذ تركوا المسيح إنها ليلة جميلة سعيدة لأنه فيها نتعلم عن الخلاص الكامل لكل البشرية ومن ناحية أخرى هي ليلة رهيبة كم كلفت يعني آلام ودم الرب يسوع من ابتداؤه في بستان جتسماني معصرة زيد نزل عرقه قطرات دم مشان هيك بيسموه بستان النزاع بستان الصراع كان يصارع وربح المعركة والتجربة من أجلك ومن أجلي فهاي الليلة مهمة جداً في التاريخ المسيحي وإحنا منقول لكل أحبائنا وأخوتنا وأخواتنا في الكنيسة الأرتوديكسية كل عام وإنتوا بخير ويا رب نصلي في اسم الرب يسوع المسيح طالما فيها السيام كمان إن الله ينتزع الشر من هذا العالم وينتزع الوباء وباء الكورونا ونختبر قوة الصليب وحضور يسوع المسيح في حياتنا وطبعاً نختبر نصرة وقيامة يسوع المسيح وكل عام وإنتم بألف خير والرب يبارككم